السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم اليوم فيديو كاشف معدن وميز بين المعادن التجربة ومخطط الدائرة خليكم معنا لآخر الفيديو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الآن هديتنا لكم الكاشف الكافي المعدل لتمييز الذهب نبدأ بالقطع بإذن الله هذه القطع واضحة أمام المشاهدين طبعا احنا أضفنا صورة القطعة عساس نعرفها هاي المقاومات بالدائرة وهاي الدائرة كاملة موجود عليها القطع كما هي طبعا هاي ترانزيسترات أرجلها تختلف من ترانزيستر إلى آخر لذلك لازم أخوة أنهم ينتبهوا للأرجل عمان طريقة البحث في جوجل والآن ندخل في دائرة الطباعة الآن عليها القطاع لأحد الأخوة في المنتدى كان لدينا طبعا رح نضع بالوصف الدائرة والرابط الصورة عساس أنه طباعتها بشكل واضح الآن معنا أيضا ترانزيستر سي خمسةاش وثمانتاش خمسةاش كيف استخرجنا احنا القطع من بوردات قديمة كانت لدي وستطعت فضل الله استخراج أكثر من جهات بهاي البوردات هاي القطع موجودة استخرجتها من البوردات القديمة رب العالمين اكتملت الدائرة زي ما احنا شايفينها الجزء المرسل جزء الأمبلفير أو المقوص الصوت والسماعة الآن احنا ربطنا البطارية بس حتى نتأكد أن شغلنا تماما لازم إذن نلامس سلكي الملف الكبير أو الملف الصغير لازم يطلع صوت بالبطارية تخلينا نسمع مع بعض في صوت ولا لا شغلنا البطارية إذن في صوت عند ملامس السلكين إذن في صوت معناها تشغلنا إن شاء الله تمام بس نربط الملف الصغير والملف الكبير وتكون الدائرة جاهزة بأمر الله الملف الصغير هو عبارة عن أصبع لاسق نلف عليه وندخل فيه قطعة حديد دائرية ممكن تفيد بالغرض ويتم نلف عليه مئة لفة ورح يكون طبعا أنا جمعته بشكل سريع حقيقة شايفين القطعة من جوا قطعة من جوا هاي الدائرة بسيطة عبارة عن ست ترانزستورات وهي دائرة معروفة عنا مكثفين 220 مايكرو وعنا مايكرو فراد وعنا مكثفات 104 و103 والباقي مقاومات ومعروفة كيف طريقة التجميع الآن التعديل البسيط اللي أنا عملته حتى يصير يميز الجهاز اللي هو ربط مقاومة تقريبا أو متغيرة مقاومة متغيرة 10 كيلو أوم بين جزئين رحبينهم على الرسم إن شاء الله تعالى فيما بعد وإن شاء الله تعالى هيك الأمور واضحة كلها هنا هاي المقاومة مقاومة التعديل اللي عملته هذا مكثف بين الملفين وهي عندنا سماعة الجهاز وهي الملف الداخلي الصغير المعروف بالجهاز بسم الله الرحمن الرحيم رح نعمل أول تجربة على قطع ذهبية قليلة أو صغيرة متوفرة لدي إن شاء الله تعالى لاحظوا احنا المؤشر الآن والضوء الموجود على الجهاز المؤشر يرتفع المؤشر والضوء يقوى والصوت يرتفع بشكل واضح الآن لو جربنا معدن الحديد هاي علاقة ملابس حديدية خلينا نشوف على الجهاز اختفى الصوت واختفى الضوء يعني تمييز 360 درجة للمعادن طبعا صنعت الملف صراحة على طاولة وسطية في البيت لقيتها مناسبة فهي صورة الملف وهي صورة الجهاز مربوط مع الملف رح نجرب إن شاء الله الملف بنشوف كيف وضعه على غطاء ستانلس إن شاء الله إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو نذكر الأخوة الكرام إنه رح يكون روابط للصور أسفل هذا الفيديو لا تنسون من دعم الفيديو باللايك والاشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته